افتتح وزير الآثار المصري خالد عناني مطحف الشرقية للآثار بمنطقة تل بسطة بمحفظ الشرقية بعد تطوره وهو يقع في منطقة تعرف منذ العثور القديمة باسم بار باستات وهو يعني منزلاً لمعبودة باستات وهي معبودة قديمة وتضم المطحف عدداً كبيراً من القطع الآثاري المهمة على بعد ثمانين كيلو متراً شمال شرق القاهرة يقع متحف تل بسطة بالشرقية مكان يختلط فيه التاريخ بالواقع فهذا المتحف تم بنائه عام 2006 إلا أنه عرف منذ العصور القديمة باسم بير باستات وهو يعني منزلاً لمعبودة باستات وهي معبودة قديمة على هيئة قطة لها العديد من التماثيل مصنوعة من البرونز ويحوي مئات القطع الأثرية المتحف اللي موجود أو اللي اتفتح النهاردة ومتحف خاصة منطقة تل بسطة معروض فيه أثار التسلسل التاريخي لو كنت صورتها وفيها حاجات خاصة منطقة الشرقية كلها وفيه كمان اللي اتفتح مفروض كمان معها النهاردة هو المتحف المكشوف اللي هي القاعة اللي بره دي دي حاجات شايفة أنها يعني هتفيد كتير قوي في الناحية الثقافية للمكان القطع الأثرية التي يحويها متحف تل بسطة تجسد بشكل لافت المعتقدات الجنائزية عند المصري القديم حيث تتنوع المعروضات بين عدد من الأدوات والأواني التي كانت تستخدم لأغراض عديدة في حياة المصري القديم بالإضافة إلى مجموعة من العملات والأواني المخصصة لأحشاء المميوات والمقتنيات الفخارية وتماثيل الأشابتي ابتدئنا زي ما صورت جوا في المتحف بمعبودات مصر الأديمة وبعد كده خصصنا حاجة لبسطة اللي هي صاحبة المنطقة مع أن نحن نشوف البانوراما الكاملة للموقع عشان خاطر نحكي تاريخ المنطقة وبعد كده كان الفاترينة اللي بتليها الكتابة عشان خاطر بتحطينا لحد الفاصل ما بين أصول ما قبل التاريخ المدون وأصول التاريخية أعيد تطوير وتأهيل منطقة تل بسطة في عام 2017 بتزويدها بالقطع الأثرية ووحدات للعرض المتحفي كما يعد تمثال ميرت أمون زوجة الملك رمسيس الثاني من الأسرة الثامنة عشرة أبرز القطع الأثرية في المنطقة بالإضافة إلى تابوت من الفخار ومجموعة من موائد القرابين معظمها نتاج حفائر نفتتها بعثات مصرية وأجنبية بدءا من عام 1886 ولتزال مستمرة في أعمالها على أرض تلك المدينة العريقة لتكشف مزيدا من الأسرار مستجاب عبدالله سجدئين العربية من محافظة الشرقية ترجمة نانسي قنقر